يعني الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة يعني قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي الجزء الأول لله تبارك وتعالى الثنى وتمجيد وتنزيه لله تبارك وتعالى والنصف الآخر دعاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قرأ العبد وقال الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي لاحظوا هذا كل ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد وتنزيه لله تبارك وتعالى هذه الثلاثة حمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذكره بأوصافه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين إليه المرجع والمآب ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولذلك من أسماء السورة هذه الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة يعني قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي الجزء الأول لله تبارك وتعالى ثناء وتمجيد وتنزيه لله تبارك وتعالى والنصف الآخر دعاء قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل يعني هنا يأتي بعد الثناء والتمجيد والتنزيه الدعاء اهدنا الصراط المستقيم قال ولعبدي ما سأل وهذا لا يتحقق إلا مع اليقين والإيمان والإخلاص والصدق صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى تابعوا وصفينتين ثم تابعوا وصف يتحقوا وصفينتين assistance شكرا